السلام عليكم وزيكم عاملين ايه يا رب الجميع يكون بخير اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح وحل تدريبات منهج Connect 6 معنا دلوقتي زي ما احنا شايفين يونت 4 بعنوان Celebrate Good Times يعني احتفل بالاوقات السعيدة Celebrate يعني احتفل قبل ما ندخل على اول درس حاببا افكركم باللايك والشير والسبسكرايب واتنسوش تكتبو لنا رأيكم في تعليق ارأيكم مهمة جدا لينا بتساعدنا في تطوير محتوانا ندخل دلوقتي على Listen 1 مع بعض نشوف الكلمات اللي موجودة عليه وبعد كده ندخل على نصر Reading بتاعنا Listen 1 بعنوان Can you blow up some balloons يعني هل يمكنك blow up يعني تنفخ some balloons اللي هي بعض البالونات طيب نشوف مع بعض الكلمات وبعد كده زي ما قلنا ندخل على الدرس بتاعنا Invitation يعني دعوة Invitation Streamers اللي هي الشرائط الزينة الملونة Streamers تمام؟ اللي زي ما احنا شايفنا كده الشرائط الميدال دي طيب بعد كده Playlist يعني قائمة تشغيل الأغاني Balloon اللي هي البالونة Fireworks العاب نارية Party يعني حفلة Scissors يعني مقص Yard يعني ساحة أو فناء String يعني خيط RSVP معناها دي اختصار لكلمة معناها من فضلك أرسل رد ليا RSVP اختصار كلمة بالفرنسية اللي هي Respond Silvoplay Respond Silvoplay يعني رد من فضلك Candle يعني شامعة Adult يعني شخص بالغ يعني حد كبير Noodle مش كبير في السن يعني عجوز لا يعني عكس طفلي عند الطفل وشخص راشد أو بالغ اللي هو زي ما قلنا عليه حد كبير Noodle يعني مكرونة Event حدث Letter يعني خطاب ندخل بعد كده على الأفعال الأفعال المنتظمة والأفعال الغير منتظمة Regular verbs و Regular verbs Regular verbs الأفعال المنتظمة Pass يعني يمرر والماضي Past Tie يعني يربط والماضي Tied Decorate يعني يزين والماضي Decorated Finish يعني ينتهي والماضي Finished Represent يعني يرمز إلى أو يشير إلى والماضي Represented Celebrate يعني يحتفل والماضي Celebrated الأفعال الغير منتظمة Hang up يعني يعلق والماضي Hang up Cut يعني يقطع والماضي Cut Blow up يعني ينفخ والماضي Blow up Send يرسل والماضي Sent Choose يختار والماضي Choose Expressions التعبيرات and prepositions وحروف القرب Let me know يعني دعني أعرف يعني عرفني Let me know يعني أبقى عرفني Let off the fireworks يعني يطلق الألعاب النارية هنا Let off بمعنى يطلق I am not sure yet يعني لست متأكدا بعد أو حتى الآن Yet معناها حتى الآن Get dark يعني تظلم يعني لما الدنيا تظلم طيب ندخل دلوقتي على الجزء بتاع reading بتاعنا الدرس بتاعنا طيب نشوف الموضوع بيتكلم عن إيه عنوان الدرس بيقول لي Who is the birthday party for يعني لمن حفلة عيد الميلاد Hi Yousef What are you doing ماذا أنت تفعل Yousef قال له Hi Hany I am hanging up the streamers for my sister Nesma's party يعني hanging up يعني بعلق The streamers اللي هي الشرائط الزينة For my sister Nesma's party من أجل حفلة عيد ميلاد أختي Nesma Can you help me هل ممكن تساعدني قال له Sure What can I do cousin يعني أقدر أعملك إيه يا ابن عمي قال له Will you pass me will معناها سوف ممكن أستخدمها وأنا بطلب مساعدة من حد فقول له Will you كذا Will you pass me يعني هنا هتبقى بقى بمعنى هل ممكن تمرر لي The scissors المقص Please من فضلك I am trying أنا أحاول أنا آسف I am tying أنا بربط The streamers اللي هي شرائط الزينة together يعني معا And I need to cut the string وأنا أحتاج أن أقطع The string اللي هو الحبل Can you also هل يمكنك أيضا blow up يعني تنفخ Some balloons بعض البلونات We need to hang those up too إحنا نحتاج إلى hang those up Hang up يعني نعلق Those يعني هؤلاء اللي هم البلونات دول و two يعني أيضا قال له Of course بالطبع ده اللي هو هاني هاني قال له Of course بالطبع What are your other sisters يعني أخواتك التانين doing بيفعله Are they helping هل هم بيسعدوا تعالوا نشوف أخواته بيسعدوا ولا لا قال له إيه بقى اللي هو يوسف قال له Dalia and noha Yes they are يعني نعم هم بيسعدوا They are decorating هم بيزينوا The birthday cake يعني طرطة عيد الميلاد They have هم لديهم candles اللي هي الشموع for it too يعني لديهم الشموع من أجل الطرطة أيضا Oh there is Amina وهناك توجد Amina Amina are you sending the invitations يعني هل أنت ترسلي الدعوات Amina قالت Hi Yosef Yes I am يعني نعم أنا أرسل الدعوات I am sending أنا أرسل Everyone للجميع Email invitations يعني دعوات بالبريد الإلكتروني قال لها good idea يعني فكرة جيدة How many people مع عدد الناس are coming اللي جايين come يعني يأتي How many مع عدد قالت له I am not sure yet أنا لست متأكدة حتى الآن But ولكن I wrote أنا كتبت RSVP اللي هي response silver play يعني رد من فضلك On the invitations على الدعوات That means هذا يعني everyone كل شخص has to يعني لازم أو مضطرق And let me know يعني يدعاني أعرف يعني يخبرني If لو They are coming لو هما جايين بعد كده أمجيه هاني قال Who is choosing يعني من يختار The music الموسيقى بعد كده ردت عليه قتلو The Lida is going to make a playlist يعني The Lida going to معناها سوف The Lida سوف Make تعمل أو تصنع A playlist ليبقى أم التشغيل الأغاني On her phone على تليفونها She made هي عملت One for my party عملت واحد الحفلة بتاعتي And it was really great وهي كانت حقا Great يعني رائعة That's right هذا صحيح It was really good هي كانت فعلا جيدة We can ask her إحنا نستطيع أن نطلب منها To make it إن هي تعمل واحدة After she finishes بعد ما هي تنتهي من عمل إيه بقى The cake الطرطة And we need to find وإحنا نحتاج أن نجد Find يعني يجد An adult يعني شخص راشد شخص بالغ حد كبير لأن دول طبعا كلهم أطفال فهي بتقول إحنا محتاجين حد كبير To let off لكي يطلق The fireworks اللي هي الألعاب النارية In the yard في الساحة When عندما It gets dark لما الدنيا يتظلم قال لها Yes نسمة loves them نعم نسمة بتحبهم النسمة اللي هو دي الحفلة بتاعتها I know أنا أعرف I will ask My dad أنا سوف أطلب من والدي هو والده ده بقى اللي هو An adult يعني شخص بالغ شخص راشد حد إيه كبير To do it سوف أطلب من والدي إن هو إيه إن هو يعملها طيب آآ ندخل بقى دلوقتي على الأكسرسايز التدريبات على آآ lesson 1 الدرس الأولين ندخل على السؤال اللي هو Reorder على الترتيب بيقول لي نسمة What يعني ماذا Doing تفعل You أنت لأنه هنا بيكلم نسمة Are طبعا تكون آآ يبقى السؤال حيبقى What ماذا Are You Doing يعني ماذا أنت تفعلي وبعد كده هقول هنا نسمة يعني يا نسمة لما لاقي آآ اسم حد وقبليه كده ده يبقى الشخص اللي أنا بكلمه تمام وده أحطه في آخر الجملة أو في آخر السؤال وزي ما احنا شايفين قبله القمع بعد كده يعني يزين كيك الكيكة ذا بيرث دي عيد الميلاد ذي هما يكونوا يبقى ذي هما آآ آآ داكوريتينج يعني هما بيزينوا داكوريتينج بيزينوا ذا بيرث دي كيك كيك الله أكبر الله أكبر الله أعظم طيب هنوقف كده ديئة واحدة ونكمل بعد الأدان يلا بينا نكمل يبقى هنا السؤال التاني يعني هما بيزينوا كيكة عيد الميلاد أو طلتة عيد الميلاد خدوا بالكوا دا زمن مضارع المستمر هناخدوه هنرسوا مع بعض ان شاء الله في اليونت دي هنفهم ازاي بنعمل الجملة في المضارع المستمر وازاي بنعمل السؤال زي الأولين دا في المضارع المستمر آآ بعد كده coming يعني يأتي many هتيجي معها ويبقى how many مع عدد people الناس دا طبعا يعني معناها يكونوا وهنا هتيجي مع زمن المضارع المستمر يبقى how many مع عدد how many مع عدد ودي بيجي بعدها على طول الحاجة اللي احنا بنسأل عن عددها يبقى how many people لأن انا بسأل عن عدد الناس how many people مع عدد الناس are coming اللي هم جايين السؤال الرابع you انت the scissors المقص will قلنا will معناها سوف بس ممكن استخدمها آآ في اسلوب الطلب لما بطلب من حد حاجة واقوله will you بعد كده حط الفعل me اللي هو انا pass يعني يومرر please يعني من فضلك يبقى will you pass دا هنا بقى الفعل الحاجة اللي انا بطلب منه يعملها will you pass me هل ممكن تمرر لي the scissors اللي هو المقص وبعد كده please يعني من فضلك السؤال الخامس forget ينسى invite يدعو don't يعني لا to friends يعني اصدقاء we were حاجة بتاعتك يبقى don't لا احطى بعدها الفعل don't forget لا تنسى don't forget to invite لا تنسى ان تدعو your friends يعني اصدقاءك السؤال اللي بعد كده read the text اقرأ النص نقرأ التكست ده ونشوف بيتكلم عن ايه وبعدك نحل الاسئلة عليه today اليوم we are having احنا بنحصل على a nice party يعني حفلة لطيفة it's for my sister's birthday هي تكون من اجل عيد ميلاد اختي we are all happy and busy احنا كلنا نكون سعداء ومشغولين to يعني ايضا i am hanging up انا بعلى the streamers اللي هي شرائط الزينة for my sister's party من اجل حفلة من اجل حفلة عيد ميلاد اختي يعني i use انا استخدم the scissors المقص to cut لكي اقطع the string الحبلة او الخيط my brother is blowing up ينفخ some balloons بعض البلونات they are bright هما يكونوا زاهيين and colorful وملونين we need to احنا محتاجين hang up نعلق these balloons to هذه البلونات ايضا my mom والدتي made يعني عملت a nice cake يعني طرطة لطيفة for my sister من اجل اختي داليا and noha are my friends يكونوا اصدقائي now الان they are decorating هما بيزينوا the birthday cake اللي هي طرطة عيد الميلاد we have احنا لدينا ten candles يعني عشرة شموع for the cake من اجل الطرطة to show لكي يوضح show يعني يوضح my sister's age يعني عمر اختي يبقى العشر بلونات بيوضحوا عمر اختي يبقى اختي عندها كم سنة ten years old my father والدي sent the invitations ارسل الدعوات to our friends لاصدقائنا we are all very excited احنا نكون جميعنا very excited يعني متحمسون جدا this text هذا النص is about my sister's my sister's birthday يعني عيد ميلاد اختي my sister اختي يستكون نقطة years old زي ما قلنا احنا عندنا عشر شموع والشموع دول بيوضحوا my sister's age يعني سن اختي يبقى هي عندها ten years old عشرة سنوات طيب ندخل على السؤال اللي بعده اللهم اللهم اربع زي دعوات تهم الصادقة ومعي سنوات اللهم اربع زي دعوات تهم اللهم اربع زي دعوات تهم انك لا تخلف الميعات السؤال التالي بيقول my not sent the invitations sent يعني ارسل the invitations اللي هي الدعوات مين اللي ارسل الدعوات هنا بيقول لي راحت فين my father والدي sent يعني ارسل the invitations الدعوات to our friends لاصدقائنا يبقى my dad هي هي my father my dad يعني والجي السؤال الرابع what is the writer doing يعني ماذا يكون writer الكاتب doing يفعل الكاتب اللي هو الشخص اللي بيتكلم في النص بتاعنا بيعمل ايه اهو هنا هو بيقول i am hanging up انا بعلق the streamers for my sister's party يبقى هقول he is he is hanging 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 up يعني هو بيعلق the streamers اللي هي الشرائط الزينة اخد بالي من حاجة هو هنا في النص بيقول ايه بيقول i am hanging up the streamers انا بعلق شرائط الزينة مجيش في الاجابة واقول i am hanging up لا يعني خليني بقى ايه ما يفهمين يعني السؤال بيقول ايه بيقول ماذا الكاتب بيفعل فده بقى لما اجا جاوب ما اقولش انا بعلق لاني مشانا اللي بعلق هو اللي بيعلق فاقول ايه he is hanging up the streamers اغير طبعا الضمير بدلا ما اقول i اقول he السؤال الخامس بيقولي who decorated مين هو يعني من decorated يعني زين the birthday cake اللي هي طرطة عيد الميلاد طيب نرجع تاني للنص بتاعنا ونشوف هنا بيقول my mom made a nice cake for my sister داليا and noha are my friends now they are decorating the birthday cake يبقى اللي بيزين طرطة عيد الميلاد هما داليا and noha هقوم جاي في الاجابة هقول له داليا and و noha اوكي ندخل بعد كده على السؤال اللي بعده اللي هو choose the correct answer بيقولي we use احنا بلاستخدم نقط to cut to cut paper لكي نقص الورق بلاستخدم a scissors اللي هو المقص السؤال التاني steady هو يكون مرتب he always هو دائما hangs نقط his clothes يعني ملابسه in the wardrobe في الدلاب يبقى هو بيعمل ايه ملابسه بيعلى يبقى hangs up بيعلى ملابسه في الدلاب السؤال التالت we need نحن نحتاج an adult يعني شخص كبير شخص راشد to let off لكي يطلق the fireworks اللي هي الألعاب النارية السؤال الرابع we right خدوا بالكو هنا بيقول for the party because it's dangerous هي تكون خطيرة dangerous يعني خطير طبعا ما ينفعش الصغيرين هما اللي يطلبوا الألعاب النارية لأ لازم يبقى حد كبير السؤال الرابع we right احنا بنكتب a and not to ask لكي نطلب من مين بقى our friends أصدقاؤنا to come أن يأتوا to a party لحفلة or event أو حدث معين يبقى بنرسلهم ايه أو بنكتبلهم ايه يعني دعوة السؤال الخامس he plays هو بيلعب فتبول لكرة القدم with his friends مع أصدقاؤه in the a in the yard في الساحة تمام اللي هي الحديقة الخلفية بتبقى في المنازل طيب السؤال التوصيل نرى الأول جمع العليمين the invitations the the streamers اللي هي الشرائط الزينة together يعني معا choosing the music يعني بيختار الموسيقى to help me لكي يساعدني we need نحن نحتاج some candles بعض الشموع the birthday cake يعني طرطة عيد الميلاد يبقى I am tying أنا أربط أنا أربط the streamers together اللي هي شرائط الزينة معا يبقى G number one سؤال التاني I will أنا سوف double L اختصار will أنا سوف ask my dad أطلب من والدي to help me أن يساعدني سؤال التالت it's dark here الدنيا مظلمة هنا here يعني هنا طيب وبعدين we need نحن نحتاج some candles يعني بعض الشموع السؤال الرابع who is who man ده سؤال who is ايه بقى who is choosing بيختار the music الموسيقى طالما لقيت am is or يبقى محتاج الفعل بعد كده يبقى ده ده مضادع مستمر وزي ما قلنا هنشرحه قدام في unit g السؤال خامس are you sending هل انت ترسل the invitations الدعوات ودي طبعا زيادة طيب السؤال اللي بعد كده ده paragraph طبعا زي ما احنا شايفين ما فيش مكان هنا ومساعد لنا اي مكان عشان كده انا كتبته كتبت البرورغراف في sketch وهنشوفه مع بعض دلوقتي طيب البرورغراف الاول عن ايه عن birthday party يعني حفلة عيد ميلاد وعندي هنا الكلمات hang up يعني يعلى decorate يعني زين invitation يعني دعوة streamers اللي هي شرائط الزينة طيب تعالوا نشوف مع بعض البرورغراف بيتكلم عن ايه بيقول لي birthday party هي كده واضحة ولا مش واضحة لا مش واضحة في ايه في اجزاء طيب ثانية واحدة هزبطها ونرجع تاني مع بعض كده اظن الى حد كبير واضحة طيب تعالوا نشوف مع بعض ممكن نقول ايه في بيرورغراف زي ده ممكن نقول today يعني اليوم يعني اليوم يكون حفلة عيد ميلاد أخويا إياد I am hanging up أنا بعلا the streamers اللي هي شرائط الزينة I am tying يعني أنا أربط I am tying them أنا بربطهم together يعني معا and where I am using أنا بستخدم the scissors المقص to cut لكي أقطع أو أقص the string اللي هو الخيط my sister ندا يعني أختي ندا is blowing up يعني بتنفخ some balloons بعض البالونات my mother والدتي makes يعني بتصنع delicious cakes يعني طرطات لذيذة أو كيكات لذيذة she is making هي بتعمل my brother's birthday cake هي دلوقتي بتعمل الطلطة بتاعت عيد ميلاد أخويا and where my sister heba أختي heba is going to قلنا going to معناها سوفا يبقى is going to decorate يعني سوفا تزينها my father والدي is going to قلنا سوفا is going to سوفا يعني يرسل the invitations الدعوات we are all excited يعني إحنا نكون جميعنا excited يعني متحمسون وبكده يبقى وصلنا لنهاية الأكسرسايز التدريبات التدريبات على ندخل دلوقتي على الدرس التاني الدرس التاني بعنوان I am studying hard for my exams يعني أنا بدلس بجد كلمة hard معناها بجد for من أجل my exams امتحاناتي تعالوا نشوف مع بعض الكلمات وبعد يكن نتخل على الدرس بتاعنا exam يعني امتحان documentary معناها فيلم وثائقي documentary documentary يعني فيلم وثائقي indoors يعني داخل المنزل reader يعني revision مراجعة history التاريخ free time وقت فراغ news يعني أخبار weather يعني cycling يعني ركوب الدراغة ندخل بعد كده على الأفعال الأفعال المنتظمة study يعني يدرس والماضي studied الفعلي لو أخره Y والY قبلها حرف ساكن بشير الواي وحط ie exercise يعني يتضرب أو يتمر والماضي exercised organize يعني ينظم والماضي organized الأفعال غير منتظمة spend يعني يقضي والماضي spent run يجري والماضي ran read يقرأ والماضي read أخد بالي من النقطة read يقرأ ده present والماضي بتاعه نفس spelling ولكن النطق مختلف النطقه read say يقول والماضي said write يكتب والماضي wrote feed يطعم والماضي fed were يرتدي والماضي war طيب expressions التعبيرات and the prepositions هو هروف الجر get outside يعني يذهب للخارج يعني يطلع برغة look forward to يتطلع إلى look forward to study hard يدرس بجد for من أجل أولي كذا on the weekend في عطلة نهاية الأسبوع take ages يعني يستغرق وقت طويل ده يعني تعبير بنستخدمه كده يبقى take ages يستغرق أو بياخد وقت طويل ندخل دلوقتي على شوية أسئلة موجودين على الكلمات اللي خدناهم بيقول choose the correct answer بيقولي the final نقط بوك helps me بيساعدني pass أعجي أو أنجح في my exams امتحاناتي يبقى the final revision بوك final revision يعني المراجعة النهائية وبوك يعني كتابي بقى كتاب المراجعة النهائية السؤال الثاني great and clean ونظف the house المنزل and and my books and organize وأنظم كتبية تعالوا دلوقتي ندخل على الإيميل اللي موجود عندنا هو ده درس بتاعنا نشوف الموضوع بيتكلم عن إيه طبعا هنا from يعني من يبقى من للشخص اللي باعت الإيميل وده هنا عنوان البريد الإلكتروني بتاع اللي باعت الإيميل to يعني إلى وبعد كده هنا جنبه عنوان البريد الإلكتروني للشخص اللي بيستلم الإيميل subject يعني الموضوع الموضوع بيتكلم عن إيه what's your news ما هي أخبارك طيب بعد كده بقول hi نقاط هنا بقى يعني أقصل هنا بنقاط يعني على حسب بقى الشخص اللي انت بتكتب له فمثلا اسمه إياد الشخص اللي انت بتكتب له فهتقول hi إياد بترحب به بعد كده تقول له how are things يعني كيف الأشياء يعني الدنيا عملة إيه معاك طيب بعد كده تدخل بقى في الموضوع بتاعك تقول له I am studying hard أنا بدرس بجد for my exams من أجل امتحاناتي at the moment يعني في هذه اللحظة يعني now الآن but ولكن don't worry لا تقلق I am not spending أنا لا أقضي all my time indoors indoors يعني بالداخل يعني في البيت I know أنا أعرف it's important إنه من المهم to get outside إن انت تخرج تطلع برا البيت and and do some exercise وتمالس بعض التمارين so ولذلك I am going running أنا ذاهب للجاري every morning يعني كل صباح in the park في الحديقة I am also أنا أيضا cycling يعني بأمارس رياضة لقوب الدراجات on the weekends في أجازات الأسبوع with my dad مع والجي I am trying أنا أحاول to see my friends أن أرى أصدقائي a few times a week يعني بضعة مرات في الأسبوع a few معناها قليل القليل من المرات في الأسبوع to يعني أيضا it's good to relax إنه من الجيد أن تسترخي and have fun وتستمتع sometimes أحيانا and we try not to وإحنا بنحاول ألا talk نتحدث about how our revision كيف مراجعتنا is going يعني كيف تسير مراجعتنا my father والجي أسر is organizing بينظم a party حفلة at his house في منزله يبقى my friend أسر صديقي بينظم حفلة في منزله at his house for the end من أجل نهاية of the exams الحفلة أنا أسف الامتحانات so ولذلك we are نكون all looking forward to that يعني look forward to يعني نتطلع إلى هذا الأمر يعني كلنا مستنين الحفلة g بعد كده بيقوله what's the weather like in Alexandria يعني كيف يكون الطقس أو كيف حال الطقس في الإسكنرية it's really hot here إنه حقا really يعني حقا hot يعني حار here already يعني بالفعل وحطت أهو إيموجي كده وش واحد دائم سخن بين حرام طيب بعد كده تكملت الجزء reading بيقوله in your last email في الإيميل الأخير بتاعك you asked me انت سألتني what I am reading ماذا أنا أقرأ at the moment في هذه اللحظة I am finishing أنا بخلص everything يعني كل شيء in ancient Egypt في مصر القديمة يعني ده اسم الكتاب everything in ancient Egypt يعني كل شيء في مصر القديمة لكن it's taking ages يعني هو بيستغرق وقت طويل because لأن I am a slow reader يعني أنا قار بطي reader يعني قار I am enjoying it أنا مستمتع بي I love history books أنا أحب كتب التاريخ and where the documentary والفيلم الوثائقي is good يكون جيد يعني أيضا my mom والدتي قالت she will get me the DVD يعني momty قالت لي إن هي سوف تجيب لي the DVD اللي هو يعني the DVD ده يعني زي كده ستوانة عليها أفلام طبعا هي هو يقصد هنا الفيلم الوثائقي ده وطبعا the DVD بيبقى نسخة نظيفة جدا what about you وماذا عنك what are you reading يعني ماذا أنت آآ تقرأ بعد كده بيقول له هنا بقى بنهي الإيميل بيقول له write soon يعني اكتب لي قريبا and tell me وأخبرني your news يعني أخبارك وبعد كده هنا في الآخر بكتب اسمي أو بنكتب اسمي يعني اللي بيكتب الإيميل ده اللي هو مين اللي هو علي طيب دلوقتي بقى بندخل على الجرامر بتاعنا زي ما قلتلكم هناخد زمن مدرع المستمر اللي هو present continuous tense زمن مدرع المستمر بنكونه ازاي بنستخدم am أو is أو are وبعد كده الفعل بتاعنا واخره ing am بتجي مع اي is بتجي مع هي وشي وإت وار بتجي مع يو وي وذي وطبعا is بيجي معها الاسم المفرد وار بيجي معها الاسم الجامعة am اختصارها الابوسترفي m زي ما احنا شايفين وإز اختصارها الابوسترفي الاس وبعد كده اختصارها اابوسترفي re ايه مثلا she is sending email invitations يعني هي بترسل دعوات بالبريد الالكتروني طيب هنا كتبنا is وكتبنا الفعل اللي هو send واخره ing طب ليه مستر كتبنا is علشان هنا الفعل she وشي تجي مع is اوكي طيب ده معناها ايه ان هي بتبعد دلوقتي email invitations اللي هي دعوات بالايميل يبقى انا بستخدم المدارة المستمرة مع حاجة بتحصل في وقت الكلام طيب صيغة النفي لو عايز اقول هي مثلا لا ترسل اقول ايه يا اما am not يا اما is not يا اما are not اوكي am not اختصارها ابوسترفي m وبعد كده not و is not اختصارها isn't و are not اختصارها aren't وبعد كده برضه احط الفعل واخره ing يعني انا عايز اقول مثلا هي لا ترسل دعوات الايميل فهقول she isn't sending email invitations المثال ده they aren't having lunch هما لا يكونوا يتناولوا الغداء او هما مش بيتناولوا الغداء دلوقتي او من هما بيعملوا ايه they are watching tv هما بيشاهدوا التلفزيون طيب صيغة السؤال لو عايز اسأل واقول هل صيغة السؤال فاي زمن بنستخدم او بنبدأ بالافعال المستعدة بتاعت الزمن ده طب مين هما الافعال المستعدة بتاعت المطالع المستمر am او is او are زي ما احنا شايفين هكتب am او is او are على حسب الفاعل بتاعي وبعد كده الفاعل وبعد كده الفاعل في ing مثلا are they organizing a party يعني هل هما بينظموا حفلة خد بالك لو قلت they are organizing a party يبقى هما بينظموا حفلة دي جملة طب لو عايز اعملها سؤال اعكس بقى بدل ما اقول they are اقول are they كده يبقى معناها هل هما بينظموا حفلة لو عايز اقول لا فاقول مثلا no they aren't لو عايز اقول اه هقول yes they are is she studying for her exams هل هي بتدرس من اجل امتحنتها لو اه هقول yes وعمل عملية المقصة she is هنزل شي الاول وبعد كده is ابدلهم لو لا هقول no she isn't طب لو عايز اعمل سؤال بقى دات استفهام زي الصيغة دي هكتبها مع السؤال بقى الاستفهام بس قبل ام او از او ار هحط ادات الاستفهام يبقى هكتب هنا question word اللي هي كلمة الاستفهام او ادات الاستفهام بعد كده ام او از او ار والفاعل بتاعنا ثم الفاعل في ing مثلا what are you doing سارا ماذا انت تفعلين يا سارا ادات الاستفهام اهي اللي هي what بعد كده كتبنا ار طب لي يا مستر كتبنا ار عشان الفاعل عندنا you اللي هو انت تمام قلنا مع you بتيجي r وبعد كده الفاعل في ing اهو قالت a i am cycling يعني انا بسوق الدراجة بعد كده بيقولي ملاحظات على اضافة ing قال لي خد بالك عندما ينتهي الفعل بحرف e غير منطوق يعني قبله حرف ساكن نحزي في الاي قبل اضافة ing يعني هنا cycle اللي هو يسوق الدراجة اخر اي والاي ج مش منطوقة اعمل اي اشيلي الاي واحط الاي ان ج practice اخر حاجة نتقطه هي السه مش الاي اشيلي الاي واحط بعد كده الاي ان ج اذا انتهى الفعل بحرف ساكن مسبوكا بحرف متحرك نضاعف الحرف الساكن الاخير قبل اضافة الاي ان ج بشرط ان يكون الفعل مكون من مقطع واحد الفعل swim اخره m الام ده حرف الساكن وقبله i الاي ده حرف متحرك اعمل ايه في الحالة g اضاعف الحرف الاخير اللي هو الام وبعد كده حط الاي ان ج sit يجلس حرف ci ساكن وقبله حرف الاي متحرك اعمل ايه اضاعف الحرف الاخير اللي هو تي وبعد كده احط الاي ان ج قلي لاحز انه لا يضاعف الحرف الأخير اذا كان الفعل ينتهي بحرف ساكن مسبوك بحرفين متحركين يعني انا هنا لو عنجي حرف ساكن وحرف متحرك وحرف متحرك تاني قبلي مش حرف ساكن يعني هنا ساكن متحرك ساكن. ساكن متحرك ساكن، تمام؟ then here i ng. لكن هنا ساكن متحرك متحرك أعمل إيه؟ ما ضعفش الحرف الأخير أحط ال-ing على طول نفس الكلام هنا قال لي إذا انتهى الفعل ب i-e تحول إلى y قبل إضافة ال-ing الفعل مثلا اللي هو ال-ly اللي هو يكذب آخره i-e أعمل إيه؟ أشيل ال-i-e وحط y وبعد كده أحط ال-ing die يعني يموت أشيل ال-i-e وحط y وبعد كده أحط ال-ing طيب بعد كده هندخل على الجزء المتعلق بالاستخدام إمتى استخدم المضارع المستمر ده؟ قال لي نستخدم زمن المضارع المستمر للتحدث عن الأحداث الجارية حول أو بالقرب من وقت التحدث يعني خلال فترة محددة تمام؟ يعني أثناء في وقت الكلام يعني أو قريب من وقت الكلام قال لي نستخدم أيضا زمن المضارع المستمر يعني مثلا هنا معلش ما شفتش المثال هي بتدرس يعني من أجل امتحناتها هذا الأسبوع يعني إيه؟ هي بتدرس دلوقتي يعني في الوقت الحالي في الأيام هي ممكن مثلا دلوقتي تكون نايمة بس في الوقت الحالي هذا الأسبوع هي معظم الحاجات اللي بتعملها إن هي إيه؟ بتدرس يبقى التحدث عن الأحداث الجارية حولها أو بالقرب من وقت التحدث أوكي؟ يعني في الوقت اللي إحنا في ده خلال الفترة دي إيه الحاجة اللي بتحصل إن هي معظم الوقت قعدة بتإيه؟ بتذاكر قال لي نستخدم برضو المضارع المستمر للتعبير عن الأحداث التي تقع الآن وقت الكلام داد بيقول What are you doing سما؟ أنت بتعملي إيه؟ سما دلوقتي سما قالت I am hanging up the streamers أنا بعلق شرائط الزينة طيب إيه تاني نستخدم زمن مضارع المستمر لوصف الأشياء التي تحدث في صورة لو أنا مثلا قدامي صورة وعايز أوصف الناس اللي فيها بيعملوا إيه؟ فمسلا قدامي الصورة فيها أولاد صغرين بيلعبوا بالبالونات فأقول إيه They are playing هم بيلعبوا with the balloons بالبالونات مثلا في الصورة اللي قدامي في واحد بيرتجي تي شيرت أزرق فأقول إيه Who is wearing من يرتجي أبلو تي شيرت التي شيرت الأزرق بعد كده بيقولي تعبيرات زمنية مع زمن المضارع المستمرة يعني الكلمة الدول لما لقيهم اللي هم الكي وردز لما لقيهم أعرف أني ده زمن المضارع المستمرة مثلا This week هذا الأسبوع This month هذا الشهر This year هذا العام Today يعني اليوم Now الآن At the moment في هذه اللحظة كل دول بستخدمهم مع المضارع المستمرة تعالوا نشوف الأسئلة الموجودة على كتريبات على زمن المضارع المستمرة What are you not today? ندا طبعا هنا عن G-R يبقى ده مضارع مستمرة يبقى حدث الفعل في I-N-G يبقى What are you doing? السؤال الثاني I am not for the football game طبعا هنا عن G-M يبقى ده مضارع مستمرة يبقى I am practicing يعني أنا بطمرة السؤال الثالث إيه في زمن المضارع المستمرة طبعا أنا عرفت منين هو مضارع مستمرة هنا عن G الفعل في I-N-G يبقى أنا محتاج الجزء الثاني بتاع المضارع المستمرة اللي هو am و is or are يبقى I am not لأن I بتيجي معها am طيب السؤال السادس ده نشوف مع بعدي بيقول إيه We not our lunch at the moment At the moment يبقى في هذه اللحظة في هذه اللحظة يبقى ده على طول دي من الكلمات اللي بتيجي مع المضارع المستمرة يبقى we are eating السؤال السابع where are they going يبقى هنا عندي are وهنا عندي going ده مضارع مستمرة مضارع مستمرة يبقى أنا محتاج كلمة تيجي مع المضارع المستمرة هي كلمة now الآن last week الأسبوع الماضي yesterday مبارح last year العام الماضي كل دول في الماضي السؤال الثامن the boys الأولاد are not photos today طبعا هنا are يبقى محتاج برضو مضارع مستمرة taking سؤال التاسع we are not with the balloons طبعا هنا are يبقى برضو مضارع مستمرة playing سؤال عاشر what not نوها and dalida doing now طيب هنا نوها و dalida دول اتنين يبقى اسم جامعة يبقى اختار are اللي بتيجي مع الاسم الجامعة يبقى what are now and dalida doing السؤال 11 amina is نوها طبعا هنا is يبقى محتاج الفعل اللي في ing ده مضارع مستمرة سؤال 12 نقط she wearing a hat for the party خد بالك ده سؤال سؤال يبقى يا اما هتبدأ باما و is و are يا اما هتبدأ بأداة استفهام طبعا هنا مش بادئ بأداة استفهام يبقى is am is و are هنا she يبقى تاخد is هل هي تالت تاجي من اجل الحفلة هقول لكم تاني لو عندي جملة يبقى she is worrying لو السؤال اعكس يبقى is she worrying السؤال 13 نسمى نقط wearing a red t-shirt for the party نسمى ده اسمه مفرد يبقى ياخد is طيب بعد كده السؤال اللي بعده complete with the correct form طبعا يعني اكمل بالشكل الصحيح او بالصيغة الصحيحة of the words بالكلمات between brackets اللي بين الاقواس بيقول لي my dad والدي is not work in france this year this year يعني هذا العام this year this month this week يبقى ده مضرع مستمر يبقى والعنج طبعا هنا كمان is يبقى الفعل يتحط له ing is working السؤال الثاني الطلاب نقط وهنا b هو am is or are طيب وهنا طبعا عنج الفعل في ing بيأكد لي am is or students ده جمع يبقى ياخد are السؤال الثالث where نقط is your parents parents والديك ده جمع يبقى where are مش is السؤال الرابع we are not help طبعا هنا عندي are am is are يبقى الفعل في ing على طول يبقى we are helping السؤال الخامس are you playing tennis today yes i am ايه ده مستر هنا are you يعني هل انت بتلعب tennis اليوم في الاجابة بقى هقول yes i am no i am not طيب احنا مش قلنا بنعمل مقصة مستر يبقى المفروض you هتنزل و r هتنزل جنبها لأ لما يبقى في السؤال you يبقى الاجابة i لان هو بيقول لك انت فانت لما تقول ايه انا فبكتبنا هنا انا هي انا جيل هي i تاخد r لا ما تاخد r تاخد am سؤال السادة they not haven't enjoying enjoying الفعل في ing يبقى محتاج معاها am و is are they تاخد are بس هنا منفية يبقى نخليها برضو are منفية يبقى aren't يبقى they aren't enjoying their vacation هما لا يستمتعوا بالاجهزة بتاعتهم في هذه اللحظة سؤال السابع she is studying for her exams هي بتذاكر من اجل امتحانتها last week ولا this week طالما مضارع مستمر يبقى this week هذا الأسبوع this week هذا الأسبوع this month هذا شهر this year هذا العام اول دايما this مع المضارع المستمر السؤال الثام we are طبعا هنا عندي r يبقى الفعل في ing على طول لان ده مضارع مستمر وخده بالك وهنا اخر ها e لما اجي احط e غير منطوقة لما اجي احط ing اشيل l-e سؤال التاسع حسن اند نور نقط have watching a dvd now يبقى حسن اند نور هنا عندي ing بقى محتاج قبلها am is or دول جمع يبقى احط الفعل ing ايه اللي انا عملتو ده لا لما علش لغبط لغبط قلنا محتاج am is or دول جمع يبقى محتاج r يبقى حسن اند نور are watching a dvd now السؤال عشر where نقط وهنا is they spending their vacation they طبعا يبقى محتاج ايه الاول هنا عندي الفعل في ing يبقى مضرع مستمر يبقى محتاج قبله am is or تمام كده بكتب اداة الاستفهام في السؤال اللي هو بكتب الاستفهام بعد كده am is or or بعد كده الفعل بعد كده الفعل في ing طيب هنا قلنا محتاج am is or هنا عندي they يبقى استخدم r مش is زي ما هو كاتب كده يبقى الحمد الله خلصنا التدريبات على زمن المضرع المستمر ندخل دلوقتي على التدريبات على listen to طيب هنا بيقول read and complete the dialogue يعني اقرأ اكمل المحادسة with the words بالكلمات from the box اللي موجودة في البوكس هنا exam امتحان studying بيذاكر classrooms الفصول exercise يتمرا indoors يعني بالداخل احلام بتقول what are you doing سارا بتعملي ايه سارا سارا قالت لها i am نقط english at the moment لقيت هنا am يبعطوا الفعل في ing يبقى i am studying لان ده مضرع مستمر يبقى انا بذاكر الانجليزية في هذه اللحظة احلام قلت لها when is your english يعني انتحان الانجليزية بتاعك قالت لها next week الاسبوع المقبل احلام قلت لها do you spend هل انتش بتقضي all your time كل وقتك indoors يعني بالداخل قالت لها no i don't احلام قلت لها what do you do when you get outside طب انتش بتعملي ايه عندما انتش بتخرجي قلت لها when i go outside عندما انا اخرج اي دو سم انا بعمل بعض الايه اللي هو التمارين السؤال اللي بعد هو التوصيل يعني وحب في القاهرة يعني بتزاكر في هذه اللحظة يعني انا يعني اخبارك يسترخي عندها فان ويستمتع فوتبول كرة القدم يعني اليوم في غرفة المعيشة اول سؤال بيقول هل انت بتلعب كرة القدم اليوم السؤال الثاني الحفلة از تكون ايه بقى از هي فين في غرفة المعيشة السؤال الثالث انه من الجيد ان تسترخي وتستمتع طبعا مشتول الوقت بس لما تبقى يعني زهقت او تعبت من قطل المذاكرة او من قطل الشغل ريح شوية السؤال الرابع هي هو لا يكون ايه بقى في هذه اللحظة لقيت هنا في از احطها طول الفعلة بعد في سؤال خامس يعني كيف او ماذا يكون التقص يشبه في القاهرة يعني التقص عامل ازاي في القاهرة السؤال بعد كده الاختيارات انت تبدو مجهد او مرهق جدا انت تحتاج انت استرخي سؤال التاني ايام نقط forward forward دي يجي معها ايه يجي معها looking look forward هي بتبقى ثابتة كده مع بعض look forward يعني يتطلع الى يعني مستنى حاجة السؤال التالت ايام اس استغرق اربعة اسابيع تو finish لكي انتهي من reading a book من قراءة كتاب يبقى ايام اس low reader يعني انا قارئ بطيء السؤال الرابع are نقط listening to music طبعا هنا في are are dt مع they يبقى are they listening to music هل هم بيستمعوا الى الموسيقى السؤال الخامس where اين نقط you going now you انت خد بالك السؤال اللي بقى تاستفهام يجي انك تبقى الاستفهام بعد كده am or is or بعد كده الفاعل بعد كده الفاعل في ing طبعا هنا محتاجين am or is or هنا you تاخد ايه تاخد r السؤال السادس هي نقط playing games at the moment يبقى هي تيجي معها is طبعا هنا من في يبقى isn't السؤال اللي بعده i نقط read a history book this week طبعا this week هذا الاسبوع يبقى مضرع مستمر يبقى am is or بعد كده الفاعل في ing i تاخد am يبقى i am الفاعل اللي هو اكتبه وحط له ing أنا اقرأ كتاب تاريخ هذا الاسبوع السؤال الثاني نقط ده سؤال السؤال يبدأ بهل يعني am is or يبدأ بأداة استفهام هنا ما عنديش أداة استفهام يبقى هبدأ ب am is or are he تاخد is السؤال الثالث are they نقط طبعا هنا في are يبقى الفاعل على طول في ing are they watching السؤال الرابع mom is نقط وهنا is طبعا لو آم وإذا وقر حط الفاعل في ing يبقى getting واخد بالي من حاجة الفاعل get اخر حرف ساكن قبل متحرك ولا قبلي ساكن في الحال دي اضاع في الحرف الساكن الاخير وبعد كده حط ing سؤال الترتيب running is every يعني كل شي هي going تذهب وبعد كده morning يعني صباح يبقى she is going هي يتذهب running للجري every morning صحي كده every morning يعني كل صباح السؤال اللي بعد are طبعا are حط يجي مع doing ده مستمر this this يعني هذا طبعا زي ما احنا عرفنا يجي مع وي كيبقى هذا الاسبوع و doing يفعل و يعني انت يبق what ماذا جاءت الاستفهام بعد كده اما و طبعا هنا عندي وبعد كده الفاعل اللي هو بعد كده احط الفاعل في ماذا انت تفعل هذا الاسبوع انت بتعمله الاسبوع ده سؤال الثالث هي و ا جاء هتجي قبل الكلمة المفرد هنا عندنا هي دي الكلمة المفردة يعني نظم طبعا ده المضادع المستمر يبقى يعني هو بينظم يعني حفلة سؤال رابع اللي هو ركوب الدرجات اي انا ويك اند اجلس الاسبوع وام حتى يجي مع اي ده مضادع مستمر زي ما احنا قلنا وان يعني في حتي جمع ويك اند احنا قلنا ويك اند اجازة الاسبوع يجي معها حرف الجر ان يبقى اي اي ام اه ساي يعني انا بركب او بذهب لركوب الدراجات اه ان في اجازة اي اجازة الاسبوع بعد كده بيقول لي اكتب ايميل مكون من حوالي خمسين لستين كلمة عادل صديقك عادل عن اي بقى يعني كيف انت بتقضي وقت فراغك اسمك بهجة بهجة عنوان بريدك الالكتروني اسبيرو اتياهو دوت كوم يوفرينز ايميل ادريس عنوان البريد الالكتروني بتاع صديقك اس عادل اه عادل دان اتياهو دوت كوم ماشي كل واحد بقى حر يسمي العنوان بتاعه برحته طيب الكلمات هنا اللي تساعدنا يعني يذهب للخار القراءة يعني يذهب للجري او يطلع يجري سايكل اللي هو يركب الدراجة يعني من واكتب فيها عنوان البريد الالكتروني بتاعي انا وهنا هو بيقول لك اه اه يعني اكتب فيها عنوان البريد الالكتروني بتاع الصديقي اللي هو ده عادل دان اتياهو دوت كوم اهو الموضوع عن ايه بقى حلاقيها بعد كلمة اباوت اللي هي اباوت اللي هي عن هكتب بقى هاو بس خد بالك هو هنا بيقول لك كيف انت بتقضي وقت فراغ بما انك انت اللي بتكتب الايميل فهتقول كيف انا هاو اي سبند اقضي ماي فري تايم يعني وقت فراغي تمام كده ماشي طبعا هنا بقول هاي يعني اهلا وكتب اسم صديقي هاي عادل لانه هو هنا بيقول اه يور صديقك عادل اه طيب هاي عادل بعد كده بقول له التحية بقى كيف الاشياء معك الدنيا ماشي معك ازاي وبعد كده ادخل بقى في الموضوع بتاعي one of my favorite ways one يعني واحدة واحدة one of هنا بمعنى من واحدة من my favorite ways يعني طرق المفضلة to spend لكي اقضي my free time وقت فراغي is يكون او تكون اللي هي الطريقة جيب ايه to get outside and اذهب بالخارج and و enjoy واستمتع nature بالطبيعة i love reading books انا احب كراءة الكتب specially يعني خاصة novels الوايات and و biographies اللي هي السيرة الزاتية لما حد يكتب سيرة زاتية يعني هو كتب قصة حياته يبقى biographies السيرة الزاتية because لأن they هما transport transport يعني ينقل يبقى they transport بينقلوني two different worlds إلى عوالم مختلفة يعني بيودوني الاماكن مختلفة وبيحب روايات يعني بيستمتع بيها بتوجيني الاماكن مختلفة and inspire me وتلهمني inspire يعني يلهم وتلهمني to learn and أتعلم new things أشياء جديدة sometimes أحيانا I go running and أذهب للجري or cycling أو لركوب الدراجات with مع my friends أصدقائي to stay fit لكي أبقى لائق بدنيا stay يبقى fit يعني لائق بدنيا and have fun واستمتع يبقى مش عشان أبقى لائق بدنيا بس لا وكمان have fun استمتع running and cycling وركوب الدراجات are يكون great exercises يعني تمارين رائعة that والتي improve يعني تحسن my mood بتحسن مزاجي and health وصحتي I always أنا دائما feel refreshed يعني منتعش refreshed and energized 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 شيء بس لئي هنا after spending بعد قضاء بعد قضاء sometime يعني بعض الوقت outdoors يعني بالخير يبقى أنا دائما أشعر أن منتعش and energized ومليء بالطاقة والحيوية جيد من كلمة energy energy اللي هي الطاقة energized يعني مليء بالطاقة after بعد spending قضاء sometime بعض الوقت outdoors بالخارج كده يبقى وصلنا لنهاية الاكسورسايز على lesson 2 ندخل دلوقتي مع بعض على lesson 3 الدرس الثالث يالله بينا نشوف lesson 3 الدرس الثالث قبل ما ندخل على درس الثالث زي ما احنا متحوضين حابب أفكر لكم باللايك والشير والسابسكرايب وكلم صحابك ومعرف عننا عرفنا محتوانا بنتعف فيه جدا عشان نوصل لكم بشكل كويس اكتب لنا رأيك لان رأيك بيساعدنا كتير أو نطور من محتوانا lesson 3 بعنوان birthdays عياد الميلاد around the world حول العالم نشوف الكلمات اللي عندنا وبعدك هندخل على الدرس بتاعنا blow out يعني يطفي وطبعا هنا هنستخدمها مع الشمعة breath يعني نفس أو نفخة breath breath guest يعني ضيف burn يحترق adult شخص بالغ candle شمعة Britain اللي هي بريطانيا usual يعني معتاد أو عاجي age يعني عمر أو سن snack وجبة خفيفة south africa دول الجنوب افريقيا different مختلف life حياة celebration يعني احتفال present هدية birthday card يعني بطاقة عين ميلاد اللي هي البطاقة جيلة اللي بنكتب عليها مثلا كل عام وأنتم بخير أو كده هولند اللي هي دولة هولندا نايجيريا دولة نايجيريا the USA الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي اختصار United States of America noodles مكارونا older يعني أكبر سنا tradition يعني عادة أو تقليد جمعها traditions يعني مهم everywhere في كل مكان India الهند Brazil دولة البرازيل Brazil 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 اللي هي البرازيل peaches خوخ Chinese يعني الصيني لهاب الأفعال المنتظمة celebrate يحتفل والماضي celebrated include يشمل الماضي included invite يدعو والماضي invited خد بالك invite يدعو و invitation دعوة الأفعال الغير المنتظمة give يعطي والماضي give become يصبح والماضي became expressions التعبيرات and the prepositions وحروف الجار all over the world يعني في كل أنحاء العالم have a party يعني يقيم حفلة on their birthday في عيد ميلادهم give you a long life يعني يعني يعطي طول العمر أو عمرا طويلا invite to يدعو إلى piece of يعني قطعة من what about يعني ماذا عندي بستخدمها في الاقتراحات add this age في هذا العمر become one يعني يبلغ من العمر السنة يعني يبقى عنده سنة طيب تعالي ندخل على اللي بعده طبعا هنا ماشي خش على ندخل على الدرس على طول بتاعنا بيقول بيقول لي which birthday يعني أي عيد ميلاد or party or party food أو طعام الحفلة يعني أي طعام حفلة أو عيد ميلاد would you like أنت ترغب في to eat أن تأكل the most يعني أكتر حاجة أنهي أكتر أكل أنت ترغب أنك أنت تأكله في حفلات أو في الحفلات أو في الأعياد الميلاد our birthday celebrations يعني احتفالات عيد ميلاد birthdays عيد الميلاد are celebrated بيتم الاحتفال بهم all over the world في كل أنحاء العالم what do we do in Egypt ماذا نحن نفعل في مصر ويجولي إحنا عادة make birthday cakes بنعمل طرطات عجملات for our children من أجل أطفالنا and put up another candles يعني شموع on them عليهم to show لكي نوضح their age عمرهم we often إحنا غالبا have parties بنقيم الحفلات with a lot of family يعني مع الكثير من أفراد العائلة and friends والأصدقاء the children الأطفال يوجولي عادة get a present بيحصلوا على هدية two أيضا birthdays عياد الميلاد are not just for children يعني لا يكونوا فقط من أجل الأطفال what about يعني ماذا عن in other countries في البلاد الأخرى in the USA في الولايات المتحدة and Britain وبريطانيا it is usual يعني إنه من المعتاد to give good friends إنك أنت تعطي الأصدقاء الجيجين and the family والعائلة presents هدايا on their birthdays في عياد ميلادهم even حتى when they are adults حتى وهم كبار people الناس often غالبا give other people بيعطوا الناس الآخرين birthday cards اللي هي كروت أو بطاقات أعياد الميلاد تو أيضا especially خاصة on في important birthdays في أعياد الميلاد الهم in South Africa في دولة جنوب أفريقيا 21 اللي هو يعني العام الـ 21 is يكون an important birthday يعني 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 عيد ميلاد مهم because لأن you become أنت بتصبح an adult يعني شخص بالغ at this age في هذا العام in Holland في هولندا children الأطفال get bigger بيعصلوا على bigger presence يعني هدايا أكبر وين عندما they are هما بيكونوا 5 10 15 or 20 يعني لما يصل عمرهم للسن ده in Nigeria في دولة نيجيريا the most important birthdays يعني عياد الميلاد الأكثر أهمية are يكون وين عندما someone شخص ما is 1 10 and 15 أوكي طيب بعد كده candles and cakes الشموع والطورطات children الأطفال everywhere في كل مكان like بيحبه party food طعام الحفلة this often هذا غالبا includes بيشمل small cakes طورطات صغيرة sandwiches 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 and the snacks والواجبات الخفيفة in many countries في بلاد عديدة children الأطفال like to بيحبوا أن ايه بقى blow out يعني ينفخوا في the candles الشموع on their birthday cakes في الشموع اللي هي بتبقى على طورطات عياد ملدهم إنه من الجايد أن تفعل هذا with one breath بنفخة واحدة breath يعني نفس أو نفخة واحدة but in انجيا ولكن في الهند the candles الشموع are left to burn بيتم تركهم to burn لغاية ما يتحرقوا تماما did you know that هل تعلم أن when it is a child's birthday عندما يكون هناك عيد ملاد طفل in Brazil في البرازيل they give هما بيعطوا the first piece أول قطعة of their birthday cake أول قطعة من طرطة عيد الملاد to the most important people إلى الأشخاص الأكثر أهمية in their family في عائلتهم that ودول بقى بيبقوا مين their mom الوالدة and dad والوالد in india too في الهند أيضا the birthday child طفل اللي هو بيكون عيد ميلاده أو الطفل صاحب عيد الميلاد gives بيعطي cake to all the guests لكل الوالد في الحفلة بتاعتهم first يعني أولا before قبل they have some قبل ما يحصلوا على بعضهم themselves بأنفسهم أو قبل ما هم نفسهم يحصلوا عليها a longer life يعني حياة أطول some countries بعض البلدان have different birthday food يعني بيبقى عندهم أو لديهم أو بيعصلوا على طعام عيد ميلاد مختلف in china في الصين people الناس like بيحب to eat أن يأكلوا long noodles اللي هي المطرونة الطويلة or peaches أو خوخ on their birthday في عيد ميلاد لماذا because لأن they think هما بيعتقدوا that أن these هؤلاء يعني اللي هي النودل والخوخ كان من الممكن give you أن يعطوك a long life يعني حياة طويلة and the chinese people والشعب الصيني are often بيكونوا في الغالب older يعني أكبر يعني أكبر why هنا لماذا تعالوا نشوف because لأن they become one هما بيصبحوا عندهم سنة واحدة on the day they are born في اليوم اللي هما بيتولدوا فيه يعني أول ما الطفل الصيني بيتولد بيبقى عنده خلاص سنة كده عشان كده هو بيباني أن هما أكبر سو ولذلك if you are ten لو أنت عندك مثلا عشر سنين الطفل الصيني اللي هو المفروض أنه أدى بيبقى عنده كم سنة 11 سنة لأن أنت بتكمل سنة بعد ما بتكمل سنة بعد ولدتك لكن هو بيكمل سنة في اليوم اللي بيتولد فيه تمام مش بيكمل يعني هما بيخلوه عنده سنة أو بيحسبوه هدو سنة طيب تقدير الكمية أو تخمينها تمام وعادة بنستغلم كلمة حوالي اللي هي about عندما نقوم بتقدير اللي هو التأجير يعني مثلا هنا بيقول لك انظر إلى أنابيب القياس وقوم بتقدير كمية المياه في كل أنبوبة وكم إجمال كمية المياه مثلا هنا المياه معدي 200 معدي بشوية صغيرين بس لسه موصلتش 250 فحنا ايه هنقول تقريبا 200 فحنقول هنا 200 طيب هنا ما وصلتش ل300 بس هي رابط منها شوية تمام فحنقول 300 طيب هنا 250 عليها بالزبط يبقى هنا 300 هي رابط من 300 بس ما وصلت لهاش بالزبط بس هنقول ايه 300 وهكذا تمام يبقى باوت هنا معناها حوالي طيب هنا مثلا 200 هيبقى 200 زي ما هي تمام طب هنا 800 هي عند 800 نكتبها زي ما هي طب هنا هي 300 فوقها بشوية لسه موصلتش 400 هنقول 300 تمام طب هنا 700 وهنا 800 لسه موصلتش 800 بس هي في النص نكتب بقى اللي تحتها اللي لسه موصلتش اللي فوقي بنكتب اللي تحتها اوكي طيب بعد كده ندخل على pronunciation اللي هو النطق اللي هو اي و اي ده الساوند اللي هو الصوت نطق اي نطق اي 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 يعني جي كيك تمام ترين سي شيد سيل بين كلها اي اللي هو الساوند اللي هو اي و اي بي بي ستي ويت اوكي يبقى الساوند اي اي يعمل الساوند اللي هو الصوت اي اوكي طيب بعد كده عندي الساوند ثاني اللي هو بيبقى اي خدوا بالكوا ده هنا مش الحرف مش اللتر اي ده زي ما قلنا ده الساوند الصوت لما لقيه بين الشرطتين دول هما السلاش يبقى ده اسمه الساوند الصوت طب الصوت ده اللي هو الاي ده عامل ازاي عامل اه اه ب بد بد اه هد هد شد شد سد سد بان زي ما احنا شفنا اه اه جت دسك بريد لج سل اوكي طيب هنا ده مش عايزينه هنا ريد صورت اند رايت طيب هنا الكلمات اللي موجودين دول هاخطهم على حسب الصوت المناسب بتاعهم هنا قلنا الصوت اللي هو اي واي بيعمل الصوت اي اللي هو الساوند اللي هو اي ده اللي هو اللي بشكل اي بيبقى الساوند ا ا طيب هنا عندي بريد بريد ا ا يبقى اكتبه هنا بريد جت ا ا جا جا جت يبقى هنا برضو لج لج برضو هنا بي اي بي يبقى هنا ستي يبقى هنا برضو ويت ايه يبقى هنا برضو اوكي ماشي طيب هنا بعد كده ده برضو listening سيب listening للواتح ندخل بعد كده على exercises على lesson 3 تدريبات الدرس التالت هنا طبعا دول سؤالين listening هنسيبهم ندخل على السؤال read and complete the text family عائلة presence هدايا birthday عيد ميلاد language اللغة candles يعني شموع birthdays عيد الميلاد are celebrated بيتم الاحتفال بيهم all over the world في كل انحاء العالم what do we do in Egypt ماذا نحن نفعل في مصر we usually احنا عادة make نقط كيكس احنا عادة make birthday cakes يعني birthday cakes يعني طرطات عيد الميلاد for our children من اجل اطفالنا we put احنا بنضع نقط on them عليهم بنحط candles يعني شموع on them to show their age لكي يوضحوا عمرهم we often احنا غالبا have parties بنقيم الحفلات with our a and friends with our family مع عائلتنا واصدقائنا the children اطفال يو جوالي عادة get نقط 2 get يعني 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 presents يعني هدايا 2 يعني ايضا سؤال الاختيارات there are enough يعني يوجد ايه كافي chill chairs كراسي الله عبر الله عظم هنوقف ديئة واحدة ونكمل بعد الادان يلا بينا نكمل there are يعني يوجد enough chairs يعني كراسي كافية for من اجل all the a at the party في الحفلة من اجل كل جست اللي هما ضيوف السؤال الثاني i am نقط ابرز the party today طيب هنا am يبقى ده مضادع مستمر الفعال اللي يجي بعدي في ing السؤال الثالث why نقط they running fast برضو ده مضادع مستمر عشان هنا عندي الفعال في ing يبقى محتاج am is or here they ده الفعل يبقى نستخدم معه are السؤال الرابع نقط either air الهواء that comes out يعني يكون الهواء comes out اللي بيخرج من your mouth فمك اللي هو بقى breath اللي هو النفس طيب ندخل بعد كده على السؤال الخامس who يعني من نقط coming to the birthday party يبقى who is طبعا هنا عندي ing يبقى مضادع مستمر يبقى محتاج am or is or are طيب بعد كده سؤال ترتيب celebrate يحتفل do how birthdays they birthdays عائل ميلاد they يعني هما يبقى يعداد استفهام بعد كده محتاج الفعل المساعد اللي موجود هنا ده do عشان ده مضادع مستمر ومضادع مستمر الفعل المساعد بتاع do أو does يبقى how do لتستفهام فعل المساعد بعد كده الفاعل they يبقى how do they بعد كده celebrate الفعل بعد بعد كده birthdays عياد الميلاد birthdays طيب معناها ايه كيف هما بيحتفلوا باعياد الميلاد all يعني كل أو جميع birthdays عياد الميلاد over over بتيجي مع the world يعني over the world حول العالم are celebrated بيتم الاحتفال بهم يبقى birthdays عياد الميلاد are celebrated يعني بيتم الاحتفال بهم آخر حاجة all over the world يعني في كل أنحاء العالم all over the world معناها في كل أنحاء العالم السؤال الثالث often غالبا cards يعني بطاقات people in nas birthday يعني الميلاد يعني يعني يعطي people in nas often غالبا give بيعطو birthday cards يعني بطاقات عياد الميلاد البطاقة عيد الميلاد اللي هي بيكتب عليها كل السنة وانت طيب وبنكتب بقى فيها كلمة حلوة كده من أجل عيد الميلاد السؤال الرابع gets يعني قطعة من first يعني أولا هو من ذا وذكيك الطرطة يبقى هو يعني من gets يحصل على خد بالك لما بسأل عن الفاعل باستخدام أداة الاستفهام هو مش باستخدم بعدها فاعلة مساعد فبقول هو بعد كده حبت الفاعل على طول في صيغة المفرد يبقى من يحصل على من يحصل على the first يعني الأولى the first piece of the first piece of the cake يعني من يحصل على أول قطعة من الطرطة يت يأكل peaches خوخ they on their own يعني في وذير حاجة بتاعتهم like to يعني يحب أن birthdays عياد الميلاد يبقى they هما they like هما بيحب to eat بيحب أن يأكل بيحب أن يأكل peaches خوخ جمع السنين بيحب يأكل خوخ و noodles يبقى they like to eat peaches on في their birthdays في أعياد ميلادهم سؤال زي ما احنا متعودين بنبدأ بحرف capital c capital اهي chinese people يعني الشعب الصيني are often يكون غالبا older يعني أكبر قلنا يعني ليه هما بيبقوا أكبر لأن هما بيحسبوا أول يوم في أول يوم الولادة بيحسبوا إن هو الشخص ده كمل سنة طيب هنا دي جملة يبقى حط في الآخر follow stop بعد كده عندي paragraph عن birthday parties يعني حفلات عيد الميلاد و guiding elements الكلمات الإرشادية guest يعني ضيوف presence هدايا cake طرطة sing يعني يغني طيب تعال نشوف مع بعض ممكن نقول a birthday party يعني حفلة عيد الميلاد is تكون a fun way يعني طريقة ممتعة to celebrate لكي نحتفل someone's special day لكي نحتفل بي اليوم المميز لشخص ما someone يعني شخص ما special يعني مميز و day يعني يوم عادة the person الشخص who has الذي لديه a birthday العيد الميلاد invites بيدعو their friends يعني أصدقائهم and و family وعائلتهم to their guests to their أنا آسف هنا مش to their guests to their party للحفلة بتاعتهم يعني تاني نقولها تاني the person الشخص who has الذي لديه a birthday عيد ميلاد invites بيدعو their friends أصدقائهم and family وعائلتهم to their party للحفلة بتاعتهم the guests do you bring بيحضر presents هدايا for the birthday person للشخص اللي عنده أو صاحب عيد الميلاد such as مثل toys العاب books كتب or clothes أو ملابس دي بقى اللي هي presents الهدايا the birthday party حفلة عيد الميلاد often غالبا has بيبقى لديها a cake يعني cake with big candles شموع on it عليها the guests and the birthday person والشخص صاحب العيد ميلاد sing بيغن a song يعني أغنية called تسمى happy birthday يعني عيد ميلاد سعيد and و then وبعد ذلك the birthday person الشخص الصاحب العيد ميلاد makes بيعمل a wish يعني أمنية and blows out و بينفخ في the candles الشموع بينفخ في يعني بيطفي بينفخ لغاية لما يطفي يعني ده معنى كلمة blow out يعني بيطفي عن طريق النفخ everyone الجميع enjoys بيستمتع eating بتناول the cake الطرطة and having وتقضية a good time يعني وقت جيد together يعني معا كده يبقى وصلنا لنهاية على lesson 3 ندخل بعد كده على lessons 4 و 5 ندخل دلوقتي على lessons 4 and 5 نشوف الكلمات اللي موجودة عندنا وبعدك ندخل على الدرس بتاعنا mother's day يعني يعيد الأم sincerely يعني بالصدق أو بإخلاص دي بنكتبها في آخر الإيميل أو في آخر الخطاب مثلا لما بنيجي نكتب لحد أو نكلمه عن حاجة فبنكتبها في الآخرة زي اللي هي الجزئية بتاعة lots of love يعني الكثير من الحب local community المجتمع المحلي celebration يعني احتفال character يعني شخصية character بعد كده dress up يعني يرتدي أو يتنكر event يعني حدث address يعني عنوان details تفاصيل costume costume يعني زي تنكري costume prize يعني جايزة spelling يعني الهجاء الأفعال المنتظمة attend يحضر والماضي attended reply يرد أو يجيب والماضي replied correct يعني يصحح والماضي corrected الأفعال غير منتظمة figure out إيه دا لا دي برضو أفعال منتظمة معلش سامحوني الأفعال برضو نكمل أفعال منتظمة figure out يكتشف والماضي figured out confirm يعني يتأكد والماضي confirmed receive يستلم والماضي received expressions التعبيرات and propositions وحروف الجار as well as يعني بالإضافة إلى reply by يعني رد بحلول ونحط بعدها وقت طبعا yours sincerely يعني المخلص لك yours sincerely طيب بعد كده addressed to يعني موجه إلى وهنا be دا هو verb to be طيب تعالنشوف السؤالين اللي موجودين على الكلمات دول we are wearing احنا بنلتدي نقط for the party من أجل الحفلة we are wearing costumes يعني ايه costumes اللي هي الأزياء التنكرية i won انا فست ايه for my drawing my drawing اللي هي رسمتي يبقى انا فست بايه a prize يعني جايزة طيب ندخل بقى الوقت على الدرس بتاعنا هنا زي ما احنا شايفين عندنا ايميل وتعودنا بقى على طريقة كتابة الايميل from يعني من to يعني الى subject الموضوع هنا بنكتب عنوان البريد الالكتروني للشخص اللي بيبعث الايميل طالما لقيت كلمة from يبقى هنا عنوان البريد الالكتروني للشخص اللي بيبعث الايميل to الى وهنا we are we are organizing احنا احنا بندعو people الناس from the local community من المجتمع المحلي يعني الناس اللي حوالينا يعني الجران ومسلا اهالي الطلاب وهكذا who often الذين غالبا help يساعدوا our school مدرستنا we very much hope نتمنى يبقى احنا بنتمنى كثيرا جدا you can ان انت تستطيع attend يعني تحضر بعد كده بقى هنا details اللي هي التفاصيل مش احنا هنا قال لك details below يعني تفاصيل بالاسفل هاي details date التاريخ التاريخ اللي حيقام في الاحتفال sunday march 21 time الوقت from 4 pm to 7 pm يعني الساعة رابعة للساعة السابعة مساء location الموقع school hall اللي هي الصالة المدرسية او القاعة المدرسية rsvp rsvp دي معناها يعني من فضلك رد تمام طيب دي اختصار للجزئية بالانجلش معناها respond silvop play silvop يعني من فضلك و respond يعني رد ده هي اختصار للجزئية اللي بالانجلزية دي اللي انا قلتلكو عليها يعني رد من فضلك طيب رد بقى in writing يعني كتابيا to the email address رد كتابيا للعنوان العنوان البريل الالكتروني above اللي هو فوق اللي هو ده تمام كده طيب please يعني من فضلك reply يعني رد by بحلول February 20 بحلول العشرين من شهر فبراير to confirm اللي كي تؤكد confirm يعني تؤكد if لو you can attend لو انت تستطيع او تقدر attend يعني تحتر the celebration الاحتفال yours sincerely يعني المخلص لك رمضة جمال ده هنا اسم طبعا اللي كاتب الايميل ده تمام طيب تعالوا بعد كده نخش على الجزئية اللي بعدها بيقول لي كيفية كتابة دعوة رسمية عبر بريد الكتروني ازاي اكتب طبعا زي اللي فاتت ده ايميل مبعوض بس عبارة عن دعوة يعني ايه دعوة invitation تمام يبقى ايميل invitation يعني دعوة عن طريق الايميل بيقول لي اولا بنستخدم لغة رسمية يعني formal language لغة رسمية عندما نتحدث او نكتب الى الاشخاص او الى اشخاص لا نعرفهم جيدا ايه تاني يعني مش اصدقائنا او مش ناس من العائلة فبنكتب بلغة رسمية نستخدم لغة مهذبة وهجاء وقواعد لغوية صحيحة في الكتابة الرسمية يعني هنا مثلا هنقارن بين formal expressions التعبيرات الرسمية و informal expressions التعبيرات غير الرسمية التعبيرات الرسمية زي مثلا sincerely اللي يقابله في التعبير الغير رسمي هو by for now تمام celebration يعني احتفال بص بقى باللغة الغير رسمية ممكن اقول ايه party اسميها حفلة attend يعني يحضر ده تعبير رسمي طب بص بقى التعبير الغير رسمي او اللغة الغير رسمية بدل attend اقول come to دي لو هنا لو بابعت ليه حد اعرف مثلا اصدقاء او العائلة confirm يعني يؤكد هنا في التعبير الغير رسمي say yes or no dear عزيزي هنا اقول hi اوكي phrases in the email العبارات اللي موجودة في ال email وظيفتها كلمة dear دي عبارة افتتاحية اللي هي عزيزي i am writing to انا اكتب لي دي سبب الكتابة يعني i am writing to انا اكتب to invite you لكي ادعوك ده ادعوك ده سبب الكتابة كتابة ال email please reply يعني من فضلك رد ده وظيفتها الطلب تطلب منه ان هو يرد yours sincerely يعني المخلص لك المخلص لك دي عبارة ختمية تمام طيب to plan لكي تخطط an invitation دعوة using formal language باستخدام اللغة الرسمية a celebration after school يعني احتفال في مدلستك لازم تقول where is it school hall مثلا اللي هي قاعة المدلسية when the person has to reply يعني متى الشخص يجب ان يرد مثلا 20th February العشرين من شهر الفبراير what is the celebration for يعني الاحتفال ده من اجل ايه mother's day عيد الام celebration for school يعني احتفال من اجل المدرسة او احتفال تبع المدرسة when is it متى يكون هو اقول طبعا time الوقت and the date والتاريخ sunday 21st march يعني 21 يوم الحد 21 من شهر مارس from 4 p.m من الساعة رابعة to 7 p.m للساعة السابعة طيب دعونا ندخل على الجزئية اللي بعدها طيب ده برضو اه invitation تمام يعني دعوة اه رسمية عبر البريد الالكتروني from واجي الاميل له عمر gmail.com to الى mr. علي حسن subject الموضوع a birthday celebration يعني احتفال عيد الميلاد dear mr. علي عزيزي استاذ علي i am writing انا اكتب to invite you لكي ادعوك to my birthday celebration لاحتفال عيد ميلاد اخذ بالي هنا كلمة celebration بدل مكتب party my parents لاني ده طبعا زي ما قلنا formal expression يعني تعبير رسمي لان اكتب دعوة بالاميل في الدعوات الدعوات اللي هي بشكل رسمي بستخدم العبارات الرسمية خاصة قلنا لو اشخاص ما نعرفهمش معرفة جيدة تمام يعني اشخاص غير الاصدقاء والعائلة my parents والدية are organizing بينظموا a special day يوم مميز for this celebration من اجل هذا الاحتفال on sunday يوم الاحد march 14 في رابع عشر من شهر مارس details below التفاصيل بالاسفل اللي هي جي زي ما قلنا عليها as well as بالاضافة الى my relatives بالاضافة الى اقاربي we are inviting احنا بندعو teachers المعلمون from my school من مدرستي هو الذين often غالبا help me بيساعدوني to be better لكي اكون افضل we very much hope احنا بنتمنى كثيرا جدا you can attend ان انت تستطيع ان تحضر طيب date التاريخ صندي مارش فورتين time الوقت from 5 pm to 8 pm location الموقع dreams hall اللي هي قاعدة الاحلام تمام rsvp قلنا d respond silvoplay يعني رد من فضلك in writing كتابيا to the email الى ال email to the email address above الى عنوان البرد الكتروني اللي مذكور بالأعلى above يعني بالأعلى اللي هو attend او if you can attend لو انت تستطيع ان تحضر the party الحفلة you're sincerely يعني المخلص لك عمر باسل ده الشخص اللي هو ايه باعت الانفتيشن او الدعواجي طيب تعني نشوف الجزء اللي بعدها book day party يعني حفلة يوم الكتاب ويقول هنا let's celebrate reading هيا بنا نحتفل بالقراءة dress up يعني ارتدي as your favorite character التدي as هنا معناها مثلة your favorite character شخصيتك المفضلة from your favorite book من كتابك المفضل figure out يعني اكتشف which اي character اي شخصية your friends are اي شخصية اصدقائك يكونوها from من the clothes من الملابس they are wearing اللي هما بيلتدوها يعني بيقولك اعرف شخصية اصدقائك من الملابس اللي هما لبسنها we have an amazing pride يقصد هنا ايه يا جماعة يقصد هنا طبعا الملابس التنكرية فيعني مثلا لو مثلا زميلك لابس مثلا لبس سيمبة مثلا يعني سيمبة فا اصدقائك 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 واجبتنا واجبتنا مشروبتنا واجبتنا الخفيفة اللذيذة طيب المعاد ام تبقى ثيرزي الخميس 2 بي ام الساعة الثانية مساء في قاعة المدلسة يعني اعضاء العائلة يعني كلهم مرحب بهم يعني ممكن يجوا عاجي يعني انهم يجوا طيب ندخل بقى دلوقتي على تدريبات على لسون 4 and 5 بيقول اتمنى ان كل الديوف كان يستطيعون على الديوف كان يقدروا او يستطيعوا يحضروا الحفلة طيب السؤال الثاني الكلمة celebration احتفال مينز تعني party يعني حفلة برضو please من فضلك call me يعني تصل بي 2 نقط if you can come or not to confirm يعني لكي تؤكد if لو انت تستطيع ان تأتي or not يعني او لا today اليوم نقط to the theater الى المسرح to watch a play لكي نشاهد مصرحية يبقى today we are going ده مضارع مستمر لانه هو كاتب today يعني النهاردة يبقى استخدم مضارع مستمر السؤال خامس no لا he isn't نقط he is at the school هو يكون في المرسة يبقى he isn't sleeping طالما ما لقيت اما is او are يبقى استخدم الفعل في ing السؤال السادس هو نقط the red dress يبقى who is wearing طبعا هنا عندي الفعل في ing يبقى مضارع مستمر يبقى اهما و is or السؤال اللي بعده اللي هو reorder قعد ترتيب the local يعني محلي people الناس we are community مجتمع inviting يعني يدعو from يعني من يبقى are طبعا عندي هنا are يبقى الفعل بعده في ing we are inviting احنا بندعو people الناس الناس اللي منين يبقى from من the local community من المجتمع المحلي بعد كده سؤال الثاني delicious يعني لذيذ and where snacks واجبات خفيفة come يعني يأتي او تعالى طبعا ده هو طبعا فعل في بداية الجملة يبقى فعل امر يبقى تعالى try يجرب and where our drinks يعني مشروبتنا يبقى come تعالى and where try جرب جرب ايه بقى جرب هي جرب بقى our drinks يعني مشروبتنا our drinks مشروبتنا and where delicious snacks اللي هي الوجبات الخفيفة هي مشكلة في الايه والسي ماشي اهي snacks طبعا ما مش اعجباتي تحت فليكي فوق طيب السؤال الثالث hope يتمنى you انت كانت تستطيع او تقدر i انا attend يعني تحضر يبقى i انا hope اتمنى you انت كانت تستطيع attend يعني تحضر سؤال الرابع the schools school المدلسة طلما في هنا apostrophe s يبقى اللي جاية حاجة بتابعة المدلسة is يكون celebration احتفال Sunday اللي هو الاحد on يعني في mother's day يعني عيد عيد الام يبقى the schools the schools the schools نحط بعدها mother's day يبقى the schools mother's day وبعد كده celebration طب يعني ايه يا مستر يعني احتفال احتفال عيد الام اللي هيتعمل فين في المدرسة يبقى the schools mother's day celebration احتفال عيد الام المدرسي مال is يكون on يعني في Sunday يوم الاحد تمام طيب ندخل بعد كده على السؤال اللي بعده هنا عندي punctuation punctuation طيب زي ما احنا متعودين هنبدأ بحرف capital واخد بالي هنا w اصلا capital يبقى سيبها زي ما هي we are organizing يعني احنا بننظم a special party special party يعني حفلة مميزة on في Friday يوم الجمعة اخد بالي ايام الاسبوع اول حرف منها لازم يبقى capital يبقى الف هاي capital Friday طيب هو ده سؤال ولا جملة لا ده بيقول احنا بننظم حفلة مميزة يوم الجمعة يبقى دي جملة مش سؤال اللي بحض في الاخر في الاسطال بعد كده عندي الجملة اللي بعدها هنا بقى ده سؤال لانه بادئ بدد واخد بالي اول حرف لازم يبقى capital يبقى did did معناها هل بس يتسأل عن حاجة في الماضي did your parents هل والديك attend هنا بعيبة معناها حضروا the schools mother's day mother's day celebrate يعني احتفال عيد الام المدرسي طيب هنا بيقوله هل والديك يبقى ده سؤال يبقى احط question mark على لم تستفهم طيب بعد كده طالب مني اكتب بيقول write a formal email invitation يعني دعوة رسمية بال email of about مكونة من 45 to 50 50 words يعني مكونة من 45 45 كلمة to invite your teacher اللي كي تدعو معلمك mister ayman to a celebration لاحتفال in your school في مدرستك your name اسمك is salah علي and your email address وعنوان بريدك الالكتروني is salah group at gmail dot com your teacher's email address عنوان البريد الالكتروني لمعلمك is 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 mister ayman at yahoo dot com وبعد كده هنا بيقول لك guiding elements what is the celebration for يعني الاحتفال ده لايه where is it اين يكون هو when is it متى يكون هو when does the person have to reply يعني متى الشخص ده have to يعني لازم reply يعني wrote from يعني من زي ما احنا متعودين هنكتب فيه عنوان البريد الالكتروني لك انت الشخص اللي باعت الاميل يعني to يعني الى طبعا هنا هو الشخص اللي انا هبعت له الايميل اللي هو mr. ayman هو مجاي يكاتب هنا mr. ayman at yahoo dot com تمام ترمم الديني عنوان البريد الالكتروني للشخص اللي هبعت له الايميل يبقى كتبه في الجزئية بتاعت to subject يعني الموضوع اهو تمام كده طيب هكتب بقى كده هنا dear عزيزي mr. ayman زي ما احنا متعوجين تمام هنا التحية بعد كده اقول له i am delighted يعني انا مبسوط او مبتهج to invite you لكي ادعوك to the celebration الى الاحتفال of our schools 10th anniversary anniversary اللي هو العيد السنوي anniversary anniversary والتنث يعني العاشر العيد السنوي العاشر او الاحتفال السنوي العاشر لإيه بقى لمدرستنا يبقى تاني i am delighted انا مبتهج to invite you لكي ادعوك to the celebration الاحتفال of our schools 10th anniversary للعيد السنوي العاشر لمدرستنا this is هذه تكون a special occasion occasion يعني مناسبة special يعني مميزة هذه تكون مناسبة مميزة for us لنا to honor يعني نكرم ال H هنا مش منطوقة to honor لكي نكرم the achievements in and contributions يعني مساهمات contributions contributions يبقى لكي نكرم the achievements الإنجازات and contributions والمساهمات of our school community مساهمات مجتمع مدرستنا the celebration سوف include يشمل speeches يعني خطابات يعني خطاب يعني حد يطلع يتكلم performances يعني عروض awards يعني جوائز and refreshments ومرطبات هنا هنا بقى حاجات يعني مشروبات للترطيب يعني تمام شوية عصائر وحاجات كده the event يعني الحدث اللي هو الحدث اللي احنا قلنا عليه اللي هو الاحتفال ده will سوف last يعني يستمر for لمدة about حوالي two hours ساعتين i hope ان اتمنى you can attend ان انت تستطيع ان تحضر date التاريخ friday october 24 يعني يوم الجمعة 24 من شهر اكتوبر time الوقت from 6 8 pm to 7 pm من السادسة مساء للسابعة مساء location الموقع school hall اللي هي القاعة المدرسية rsvp يعني respond silver play يعني رد من فضلك in writing كتابيا to the email الى to the email address اللي عنوان البريد البرد اللي هو اللي فوق تمام please reply يعني من فضلك رد buy بحلول september 20 يعني العشرين من شهر september to confirm اللي كي تؤكد if لو you can attend لو انت تستطيع ان تحضر في الاخر بقى yours sincerely يعني المخلص لك صلاح علي صلاح علي يعني بتاهم نين اهي your name الصلاح علي تمام كده اهي صلاح علي كده يبقى وصلنا لنهاية تدريبات lessons 4 و5 وكمان نهاية اليونت بتاعتنا يونت 4 اتمنى تكونوا استفدتوا وكتبونا رأيكم في تعليق وكلموا اصحابكم ومعرفكم عننا خليهم يعرفونا ويوصلوا واستفيدوا زيكم اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وسلام